على مر التاريخ كثير من الرؤساء تميزوا بالبذخ وحياة الرفاهية حيث عاشوا في القصور وتوفر لهم كل ما يمكنهم تخيله لكن هناك رئيس تميز عن غيره تماما رئيس عاش حياة الفقراء لكنه كان زعيما لأمة كاملة دعونا نتعرف على هذا الرئيس الاستثنائي الذي لقب بأفقر رئيس في العالم إنه خسيه موخيكا الرئيس السابق لدولة الأوروغواي لكن ماذا تعرف عن حياته وكيف أصبح رمزا للتواضع من هو خسيه موخيكا؟ خسيه ألبرتو موخيكا كوردانو ولد في العشرين من مايو 1935 في العاصمة مونتي فيديو ترعرع في عائلة متوسطة وبدأ حياته كفلاح حيث كان يعمل في الزراعة لكن الأوضاع السياسية في الأوروغواي كانت مضطربة في الستينيات والسبعينيات مما دفعه للانضمام إلى حركة التوباماروس وهي حركة ثورية يسارية رغم تعرضه للسجن لعدة سنوات خلال حكم الدكتاتورية العسكرية عاد موخيكا إلى السياسة بعد انتهاء الدكتاتورية وأصبح عضوا في البرلمان لكن رحلته الحقيقية نحو الرئاسة بدأت في عام 2010 عندما تولى منصب رئيس الأوروغواي حياة الرئيس الفقير ما الذي جعل خوسي موخيكا يلقب بأفقر رئيس؟ الجواب يكمن في أسلوب حياته المتواضع خلال فترة رئاسته رفض الانتقال إلى القصر الرئاسي الفاخر وفضل العيش في مزرعته البسيطة مع زوجته وكلبهم كان يقود سيارة قديمة طراز فولكسفاجن بيتل بل وتبرع بما يقرب من 90% من راتبه الشهري للفقراء وللمؤسسات الاجتماعية يقول موخيكا أنا لست فقيرا الفقراء هم الذين يحتاجون الكثير ليعيشوا كانت فلسفته في الحياة تعتمد على التقشف معتقدا أن الكماليات لا تجلب السعادة الحقيقية إنجازاته والتحديات على الرغم من حياته البسيطة لم تكن فترة رئاسة موخيكا خالية من التحديات قاد إصلاحات هامة في الأوروغواي مثل توسيع الحقوق الاجتماعية كما عرف بتوجهاته البيئية ودعوته للعالم للحد من الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية لكنه لم يكن محبوبا لدى الجميع واجه انتقادات من بعض الأوساط التي رأت أن سياساته غير تقليدية وربما غير فعالة ومع ذلك يبقى تأثيره في التاريخ كبيرا ليس فقط كرئيس بل كنموذج يحتذا به للسياسيين الذين يسعون لخدمة شعوبهم بدلا من التمتع بالسلطة والمال الحياة بعد الرئاسة بعد انتهاء فترة رئاسته في 2015 لم يختفي موخيكا عن الأنظار اختار العودة إلى مزرعته وعيش حياته بعيدا عن السياسة لكن تأثيره العالمي استمر أصبح رمزا للنزاهة والتواضع وغالبا ما يدعى لإلقاء محاضرات في مؤتمرات دولية تتعلق بالعدالة الاجتماعية وحماية البيئة يقول موخيكا لقد عشت أياما قاسية في السجن وهذا علمني قيمة الحياة البسيطة لا أريد أن أعيش على حساب معاناة الآخرين ومن خلال هذه الكلمات يمكننا أن نفهم فلسفته العميقة في الحياة موخيكا ليس فقط رئيسا سابقا بل هو أيضا رمز عالمي للتواضع والتضحية لم يبحث عن الشهرة أو الثروة بل كان يسعى لتحقيق السعادة الحقيقية لنفسه ولشعبه ربما نحتاج اليوم إلى المزيد من القادة الذين يتعلمون من تجربة هذا الرجل المتواضع في النهاية ما رأيكم أنتم؟ هل يمكن أن يكون التواضع هو مفتاح القيادة الناجحة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات